مشاهدين الكرام دلوقتي نصيب حضراتكم وموجز لأهم وآخر الأخبار مع دينا تضاليا دينا شكرا لك هدير الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح سيسي بمطار القاهرة رئيس جبوت إسماعيل عمر جيلا الذي يحل ضيفا عزيزا على بلده الثاني مصر وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيسين سيعقدان اليوم في قصر التحدي مباحثات قمة وذلك لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي التحية والتقدير للاعبي المنتخب على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية وأكد الرئيس السيسي أن اللاعبي المنتخب أدوا ما عليهم وكسبوا احترام الجميع وكانوا على قدر الثقة وقال الرئيس السيسي للعبي المنتخب إن الجميع على ثقة بأنكم ستعودون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال وإن ما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس التنفيذي للهيئة العامة لإثثمار والمناطق الحراء المستشار محمد عبدالوهاب وذلك لمتابعة أهم ملفات العمل بالهيئة وجهود تشجيع ودعم الإثثمارات المحلية والأجنبية في مصر وخلال اللقاء عرض رئيس هيئة الإثثمار عددا من طلبات تنفيذ إثثمارات جديدة لشركات أجنبية تتضمن رغبة شركة إسبانية لإقامة مشروع زراعي في مصر على مساحة 3000 فدان كما استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الإثثمار تقريرا حول بيانات الإثثمار الأجنبية المباشر خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022 الذي تضمن ارتفاع صافي تدفقات الإثثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية بالنسبة 28.2% أعلى الرئيس التونسي قيس سعيدة حل المجلس الأعلى للقضاء وأرجع سعيدة قرار إلى أن المجلس يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام وأكد سعيد أن المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية فيه بناء على الولاءات مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون أجرى محادثة هاتفية مع نظير الأمريكية جو بايدن بالشأن الأزمة الأوكرانية وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الاتصال جزء من مشاورات ماكرون قبل زيارته لموسكو اليوم ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثم التوجه الثلاثاء إلى كييف حيث سيلتقي الرئيس الأوكرانية فلاديمير زيلينيسكي وأوضح الإليزي أن ماكرون سيناقش مع بوتين اليوم شروط خفض التصايد على الحدود مع أوكرانيا أعلنت وزارة الصحة وسكان خروج 3321 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي متعافيين من الفيروس إلى 372.332 حالة وأوضحت وزارة الصحة تسجيل 2301 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 59 حالة جديدة أعلن رئيس بلدية أوتاوى جام واتسون حالة الطوارئ اليوم في العاصمة الكندية بسبب احتجاجات لمعارض القيود الصحية واعتبر واتسون أن الوضع في العاصمة بات خارجا عن السيطرة مشيرا إلى أن القرار يعكس الخطر الجسيم والتهديد الذي تتعرض له سلامة السكان وأمنهم جراء الاحتجاجات المستمرة ويؤكد الحاجة إلى الدعم من السلطات القضائية والهيئة الحكومية الأخرى وامتدت الاحتجاجات التي بدأت في أوتاوى السبت الماضي إلى مدن كندية رئيسية أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع في حين وصلت عشرات الشاحنات ومتظاهرون شل الحركة في وسط العاصمة ختم ومجزء الثامنة فاصل ونود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر